مساء الخير نهار اليوم تجدد تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر وهطلت زخات أمطار رعدية بأجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة هاي الليلة بتكون الأجواء باردة إلى غائمة جزئيا وغالبا غائمة وتتهيأ الفرصة ليلا لهطول زخات رعدية من الأمطار في مناطق متفرقة قد تكون غزيرة في بعض الأحياء وتترافق مع تساقط البرد وبتوصل درجة الحرارة لعشر درجات أما ارتوبة 84 والرياح شرقية غدا ازدياد تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وفرص لأمطار رعدية في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة والهطولات قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية ومخاوف من حدوث السيول المفاجئة في الأودية والمنحدرات خاصة في مناطق البادية الشرقية وبتوصل درجة الحرارة بنهار لخمستاش وبالليل تمان درجات يومي الأحد والاثنين أجواء مستقرة إلى مائلة للبرود نهارا وباردة ليلا في جميع مناطق المملكة وبتوصل درجة الحرارة بنهار لسبعتاش وبتنخفض بالليل لتسع درجات بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمال يومي غد في باقي مناطق المملكة اربد عشر وغدا تمنتعاش عجلون احداش وغدا سبعتاش جرش احتمال تساقط امطار احداش وغدا تمنتعاش درجة في المفرق تمانية وغدا ستاش الزرقاء تسعة وغدا سبعتاش درجة مئوية في الصلط بتسجل درجات الحرارة اتناش وغدا ستاش ماذا باقي احتمال تساقط امطار تسعة وغدا سبعتاش مطال ملكالية تمانية وغدا سبعتاش درجة مئوية في البحر الميت بتسجل خمستاش وغدا تلاتة وعشرين الطفيلة تسعة وغدا أربعة عشر الكرك سبعة وغدا تلاتة عشر درجة مئوية في معان بتسجل تمانية وغدا احتمال تساقط امطار خمستعشر درجة في العقبة أربعة عشر وغدا تنين وعشرين نهاية برويشد عشر وغدا ستة عشر ومن خلال خرائط الامطار تشير الى ازدياد فرص الامطار في اجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة ليلا وخلال نهار يوم غد يزداد تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وبالانتقال لملخص الحالة الجوية اجواء باردة وماطرة ودرجات حرارة اقل من معدلاتها وتشكل الضباب صباحا ننتقل الآن لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر وصلنا لنهاية نشا شكرا لحسن المتابعة عودالي محمد شكرا مريان